بلوقتي مشاهدين نروح لموجز الأهم الأنباء الثامنة صباحا مع جمان الفضلية جمان شكرا لك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت قاهرة السادسة بتوقيت جبرنتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي ناظره الصومالي حسن شيخ محمود في قصر الاتحادية هذا وأقيمت مرسم الاستقبال الرسمية فور وصول الرئيس الصومالي إلى القصر وتم عقد مباحثات منفردات لتها مباحثات موسعة ضمت وفتي البلدين وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال الرئيس السيسي إنه تم خلال المشاورات متابعة تقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائية وأشر رئيس السيسي إلى أنه تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك لتعزيز جهود التنمية وتعزيز التواجد التجاري والاستثماري المصري في الصومال عقدت بالقاهرة جلسة مشاورات مصرية أردنية موسعة برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنية أيمن الصفضي وأوضح بيان للخارجية أن جلسة المشاورات تناولت عددا من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للجانبين على ضوء تصاعد التحديات الدولية والإقليمية التي انعكست على أمن واستقرار المنطقة هذا وقد اتفق الجانبان على إزالة القيود التي تحد من انسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين مع تشكيل فريق عمل مشترك من الوزرات المعنية بمصر والأردن لتيسير الإجراءات والتعامل مع أي تحديات مستقبلية فضلا عن تحديد نقطتي اتصال لهذا الهدف في سفارتي البلدين احتفل مئات التونسيين بشارع الحبيب بورجيبة بوسط العاصمة بعد إغلاق سندق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد واضحت هيئة الانتخابات في تونس أنه لم يتم تسكيل أي حوادث وأن عملية الاستفتاء تمت بشكل سلس مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت نحو 28% من جانبه أعلن الرئيس التونسي قايس سعيد أنه سيواصل بناء تونس بفضل إرادة الصلبة والعزيمة وأن من أجرم في حق الشعب سيدفع الثمن مشيرا إلى أن الشعب التونسي سيبني ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية شكلية دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الانتحاد الأوروبي للرد على ما وصفه بحرب الغاز الروسية ضد أوروبا كما دعا لتجديد العقوبات الأوروبية ضد موسكو وقطع العلاقات التجارية معها وقال زيلنسكي في كلمة له إن التهديدات الجديدة الأوروبا والمتعلقة بالغاز هي حرب ضد أوروبا الموحدة مشيرا إلى أن ذلك يستوجب رد بقوة وبدل كل الجهود للحد من الواردات الروسية ليس من الغاز والنفط فحسب بل وبشكل عام من أي صادرات أخرى ما زالت باقية حتى الآن أعلنت الأمم المتحدة أن السفن الأولى لتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود قد تتحرك في قدون أيام قليلة بمجب اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن كل الأطراف في اتفاق صدرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود أكدت مجددا التزامها بعد الهجوم الذي استهدف ميناء أوديسا السبط الماضي قال رئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يتوقع أن تدخل الولايات المتحدة في ركود وأوضح بايدن أن هناك بيانات جيدة على صعيد الوظائف معربا عن أمله بالانطلاق من هذا النمو سريعا إلى النمو المضطرد وأشرت تقارير أمريكية إلى أن بيانات إجمالي الناتج المحلية التي ستصطر هذا الأسبوع قد تظهر انكماشا اقتصاديا للفصل الثاني على التوالي أعلنت فرق الإطفاء بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن قرابة 6800 هكتار من غابات الولاية قد احترقت قراء حرائق الغابات وقال المسؤول عن عناصر الإطفاء في كاليفورنيا جون هيجي أن رقعة الحريق تتسع بسرعة كبيرة وأن التحرك لإجلاء السكان محدود وأضاف أن أكثر من 2500 من عناصر الإطفاء يصعون لإخماد ألسنة اللهبة التي تنتشر بسرعة وطريقة اتساعها غير مسبوقة مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر لكن بعد الفصل فابقوا معنا